لكن بصراحة الأزمات التحكمية يمكن السنة دي 2021 بدأت بجدل وأزمات تحكمية صعبة جدا ومن بداية الموسم كده يعني بيقول يعني ما عارفش أعتقد أن الوضع مش مبشر ومش عارفة بصراحة يمكن حالة الغموض دي شديدة جدا ومبهمة على الأخطاء التحكمية وتحديدا الفار أو تقنية الفيديو وده اللي أنا عايزة أتواقف عنده الناس في اللجنة اللي فاتت لاتحاد الكورة برئاسة عمر الجنين اللي كانت بتدير الكورة نجحت أن هي تطبق الفار خلال مباريات الدوري لكن لكن للأسف الشديد الحكم شفنا يعني حكام بتكسل تشوف الفار أو ترجع له يعني تخيلوا النهاردة أن الأزمة أو الكارثة أنه حكم الساحة بيكسل يمشي لحد منطقة الفار علشان كده لو يمكن تاخدوا بالكم من ركلة الجزاء اللي كانت بيستحقها أحمد رمضان بيكم لما تشد لعب الأهلي في مباراة ودي دجلة الحكم محمد الصباحي زي ما بقول لحضراتكم كسل يروح يبص عليها في الفار وقال كم اللعب مفيش حاجة شوفنا في مباراة الزمالك وأنبي يوم السبت اللي فات كمان يمكن كان فيه ركلة جزاء لفريق أمبي ولم تحتسب والحكم أيضا تجاهل هذه النقطة وتجاهل العودة للفار طب إيه نعمل إيه تاني أكتر من الفار يعني نعمل إيه تاني ليه بنقول الكلام دوت بنقول الكلام دوت من بداية الدوري يعني أرجوكم بلاش كوارث تحكمية يعني إحنا خلاص يعني ممكن تعودنا عليها في كل المواسم اللي فاتت بس ما فيش دوري كده شكرا